بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيد محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يكرمنا بالإخلاص آمين أحبابنا الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيس بن مريم ليس بيني وبينه نبي إخوة الإيمان والإسلام إن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا بدين واحد هو الإسلام وهو الدين الذي اغتضاه الله تعالى لعباده من البشر والجن والملائكة وهو الدين المقبول عند الله رب العالمين فكل الأنبياء مسلمون فمن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي فآدم عليه السلام هو أول الأنبياء وأما آخرهم فهو محمد عليه الصلاة والسلام أحبابنا الكرام قديما كان البشر جميعا على دين واحد هو الإسلام من أيام آدم ثم من أيام شيس ابن آدم ثم من أيام إدريس عليهم السلام ثم حدث الكفر والشرك بالله بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام أول رسول إلى قوم كفار فدعاهم إلى الإسلام وعلمهم التوحيد فآمن به من آمن وكفر به من كفر وهم الأكثر وهكذا كل نبي من الأنبياء جاء بدعوة الإسلام بدعوة التوحيد بالأمر بعبادة الله تعالى وحده قالوا للناس جميعا قولوا لا إله إلا الله لا يوجد فرق بين نبي ونبي في أصول الإيمان كل نبي دعا قومه إلى الإيمان بالله وحده من غير أن يشرك به شيء ولا خلاف بينهم في أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات ليس له مثيل وليس له شريك وليس له شبيه ولا خلاف بينهم في أن الله تعالى لا يحتاج إلى مكان ولا إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى فضاء ولا خلاف بينهم في أن الله تعالى هو خالق كل شيء ولا خالق لشيء من الأجسام ومن الحركات والسكنات وما شابه ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وكل نبي دعا قومه إلى الإيمان بالكتب السماوية وإلى الإيمان بالملائكة المقربين وإلى الإيمان بالرسل والأنبياء وإلى الإيمان بالقدر خيره وشره وإلى الإيمان باليوم الآخر وأن الله تعالى أعد للمؤمنين جنة وأعد للكافرين نارا وأن النعيم في الجنة حقيقي بالجسد والروح وأن الحياة فيها أبدية وأن أهلها فيها لا يموتون وأن العذاب في النار حقيقي بالجسد والروح وأن أهل النار في النار لا يموتون ولا يخرجون منها وأن النار لا تفنى كل نبي جاء بهذا وإنما حصل اختلاف في بعض الأمور الفرعية مثال ذلك المسلمون في أيام الأنبياء السابقين كانوا يصلون في الأماكن المخصصة للصلاة ونسميها نحن اليوم بالمساجد ما كانوا يصلون في بيوتهم ولا في البرار فقط في الأماكن المعدة للصلاة وشرع الله تعالى لأمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة على أي مكان طاهر في البيت أو في المسجد أو في البرية أو ما شابه ذلك فهذا يقال له اختلاف في الشرائع وهذا معنى الحديث الشريف الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة وأما آخر الأنبياء والمرسلين فهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قام يجدد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع الإسلام في الأرض بين الناس فدعا إلى توحيد الله وأمرهم بعبادة الله تعالى الواحد الأحد الذي ليس له شريك ولا شبيه وأيده الله تعالى بمعجزات باهرات دالة على صدقه فيما يبلغه عن الله عز وجل فآمن به من آمن وكفر به من كان كافرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم والعياذ بالله تعالى ومن جملة من آمن به عبد الله بن سلام عالم اليهود في المدينة المنورة وأصحمة النجاشي ملك الحبشة آمن به وحسن إسلامه ومات على كامل الإيمان رضوان الله عليه أحبابنا الكرام محمد رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف العربي القرشي أرسله الله سبحانه وتعالى لكافة العالمين من إنس وجن إلى كل البشر إلى العرب والعجن وإلى كافة الجن أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا هذا النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه صادق في كل ما يبلغه عن الله عز وجل إن قال عن شيء هو حرام فهو حرام إن قال عن شيء هو حلال فهو حلال وما أخبر به عن الأمم الماضية فالأمر كما قال وما أخبر عما سيحصل في المستقبل وفي القبر وفي الآخرة فالأمر كما قال إذا قال قولا فالمقال صحيح هذا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر